مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وجه مجموعة من النصايح للتعرف على أحدث التهديدات الإلكترونية والأساليب المستخدمة في التصيد الاحتيالي على الإنترنت وناشد المواطنين بضرورة حماية المعلومات الشخصية من التهديدات الإلكترونية تصيد الإلكتروني أو فكرة التصيد الإلكتروني على الإنترنت لها أكتر من طريقة لازم ناخد بالنا منها كويس عشان نعرف أساليب التصيد ده معنا في الستوديو الدكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي صباح الخير عليك يا دكتور أهلا وسهلا صباح الخير على حضراتكم مشاهدين حضراتكم الكرام أهلا بحضراتكم دكتور إيه حكاية التصيد الإلكتروني تاريخ ظهوره يعني إيه نخاف ولا ما نخافش كل التفاصيل دي طبعا شكرا لحضراتكم على القادة ضوء على هذه المواضيع الهامة جدا حقيقة نحن في عالم جديد العالم كله النهاردة أصبح متصل إحنا بنستخدم وبنستهلك التكنولوجيا بدرجة كبيرة وبالتالي التصيد الإلكتروني ده إحدى الجرائم المستحدثة أنا بخش حد بيجي لي بعتلي رسالة الرسالة قد تبدو أنها رسالة سليمة صحيحة جالي من مصدر موصوق في حين أن الحقيقة عكس كده بخش بحسن نية بخش بطريقة وأنا مش أخذ بالي أبدأ أتبرع بمعلوماتي ومعلومات تبقى دقيقة جدا زي معلومات اسم المستخدم اسم كلمة المرور أرقام الحسابات البنكية بتاعتي أرقام بطاقات الاقتمان وفي الآخر أنا بتبرع بهذه المعلومات إلى صائد هاكر أو حد بيستغل هذه المعلومات علشان يستخدم كل حساباتي وكل معلوماتي بطريقة غير قانونية فإحنا قدام ظاهرة حقيقة للأسف هي ظاهرة بتزيد هي بقى لها سنين طويلة ابتدت مع وجود الإنترنت من أكتر من قرب 25 سنة أو أكتر إنما هي ظاهرة في تنامي حقيقة العالم بيواجه حوالي 40% زادة كل سنة كل ما تزيد التكنولوجيا كل ما أسليب الاحتيال بتزيد أكيد كل ما بيبقى فيه تطور كل ما أيضا أسليب الاحتيال بتتطور بكل تأكيد أكيد إنه هو الجريمة الإلكترونية هي جريمة مستحدثة بتستخدم نفس الأدوات بالعكس هم الموجودين على الجانب الآخر من الإنترنت هم في منتهى الزكاة ومنتهى الحرص ومنتهى التجديد والإبداع في نوعية جريمة طيب دكتور الاحتيال الإلكتروني أو التصيد الإلكتروني مختلف عن فكرة الاختراق أو الهاكينج ولا هي نفس الفكرة بس خلينا نقول إنه الأسليب أو الاهتمام بالمعلومات بقى شكله مختلف يعني بدل ما أختارك حساب واخد حساب بقى لا أخذ المعلومات اللي أنا عايزها وخلاص يعني عرفنا الفرق لو فيه فرق هو طبعا التصيد الإلكتروني هو أنا بتبرع شخصيا نتيجة الغلطة اللي أنا بعملها لعدم درايتي لعدم وعي بالموضوع ده أنا اللي بتبرع بالمعلوم يعني الغلطة والمشكلة بتبتدي من عندي مش شخص ناوي يخترقني لا أنا من الأول اللي فاتح حاجتي على كل الناس وهي الناس هاي اللي بتشوفها هو حضريك مثلا بتحصل كتير أو إنه بيجيلي بريد إلكتروني يبدو إنه هو جاي من البنك أو يبدو إنه هو جاي من منصة عالمية مثلا لتجارة إلكترونية أو من مواقع الشهيرة للتواصل الاجتماعي وأنا بلاقي بيقول لي حدث بيانتك البيان ممكن في مشكلة أنا محتاج إن أنا أراجع معاك بيانتك فبلاقي لينك بدوس علي فبخش أتبرع بكل حاجة وبديلي كل الكلام ده فإحنا عشان كده مهم أقوي إن إحنا هذه النوعية من الرسائل إذا كانت الرسائل جاي في بريد إلكتروني أو جاي لي على واتساب أو جاي لي على رسائل قصيرة ما حدش يا جماعة يخش على هذه الرسائل ما حدش يتعامل مع هذه اللينكات الغريبة حضرتك بتنسي أكي إنها ما جاتش خالص بتعملي عليها ريبورت أو بتبلغي إن دوة رسالة قد تكون خطرة إنما هو المختارق بقى هو بيخش بيبذل مجود شوي إنما في حالة التصيد أنا اللي بتبرع كاملة إن الأمور في كتير من الأحيان حقيقة بتباني إنها حقيقية يعني الهاكر أو المتصيد الإلكتروني لما بيدخلني على موقع أو بيبني موقع زي موقع البنك بالزبط أنا بالفعل أنا حصل لي نفس الموقف دايما كان واحد من الموقع يعني كان إنستجرام حتى كان لقيت مش فاكرة إيميل تقريباً أو رسالة أو يعني مش فاكرة بالزبط كانت إيه ويعني اللي خلاني أطلق بط شوية إنه نفس شكل الموقع بالزبط نفس كل حاجة يعني متقلت بدقة رهيبة جداً أنا بس يمكن عشان شكيت عارفة إنه هذا الموقع أو هذه المنصة ما بتبعتش هي الرسائل دي الحد فدخلت وقعدت أدور لكن أنا لو ما كنتش يعني استغربت شوية لأك ممكن أعرف الموضوع عادي إنه فعلاً معمول بدقة زي ما حضرتك بتتكلم ما هو بالزبط نفس المنصة بنفس الطريقة بنفس شكل الموقع بنفس كل حاجة ده حقيقة إنه هو هم فونتزة كأحية هو علشان يوقع المستخدم في هذه النواع من الغلاطات لازم يحاكي الحقيقة بالزبط فهما بيبذلوا مجهود حقيقة إذا كان بيعملوا منصة إنستجرام أو البنك من البنوك هو بينقلها بالزبط علشان حضرتك وإنت دخلة ما يبقاش عندك شك إنه دخلة على الحساب بتاعك الحقيقة إنه حقيقة الأمر هي المنصات دي ما بتطلبش منها المعلومات إن المعلومات موجودة عنده ده بالعكس المنصات دي في حالة محاولة اختراق حسابي هو بيقول لي أنت دخلت من المكان دوته لا لأ إنت لو أنت دخلت خلاص انسى الرسالة لو أنت مدخلتش يبقى حضرتك قامل ريبورت أو بلغ الموضوع ده فهو إحنا بنقع في الغلطات دي نتيجة قلة الوعي عند البعض حقيقة ودي مئات الألوف أو يا أسف مئات الملايين حقيقة من الحسابات بيتم اختراقها كل سنة إحنا فيه تقرير طالع بنكلم على 650 ملف شخص يتم اختراقهم من أول السنة لغات شهر يوليا ده آخر بيان طلع في هذا الموضوع فهنا عندنا يعني حوادث كتيرة جدا لازم نخلي بالنا لازم المفاهيم دي تبقى موجودة عند كل الناس على فكرة طول ما أنا داخل على الانترنت ملاش علاقة بقى أنا سني قد إيه أو خلفية التعليمية عاملة إزاي لازم بعارف أن في بعض المحاذير وهي حاجات على فكرة الحماية منها سهلة وبسيطة هي عاوزة بس يكون الواحد واعي هو بيبص على إيه وبيخش على إيه وما يخشش على إيه إنما المنصات دي ما تطلبش أي معلومات حقيقة ولا البنك بيطلب ولا الفيسبوك بيطلب ولا إنستجرام بيطلب حقيقة إحنا اللي بنخش بنقع في هذه النوعية من الأخطاء وكلنا معرضين فيها أنها لحظة واحدة لو أنا ما خدش بالي هعرض كل حساباتي للخطر حقيقة خلينا نقول إن الناس الأغلب الأعامة ممكن يبقى قاعد في البيت كده يقول يعني يما يخترقوا حسابي هيحصل إيه يعني دي ممكن تبقى مشكلة بتقرق الحسابات الموثقة بتقرق المشاهير بتقرق الناس اللي هي مهتمة جدا لكن شخص طبيعي جدا عنده 17 صديق على فيسبوك وخمسة أصدقاء على إنستجرام وشايل 500 جنيه في البنك مش ألآن قوي فإزاي بنلاقي برضو الحسابات دي بيتم اختراقها ولي بيخترقها بيخترقها ليه هو ما بيبقاش محدد شكل معين هو هو بيبعت هذه النوعية من الرسائل إلى مئات الألوف أو الملايين من المستخدمين وهو حظه بقى مين هيقع معاه هو ما بيركس على هذا الشخص إن هو شخص مشهور مثلا أو حساب موثق ولا واحد عنده مبالغ كبيرة في حساباته أو واحد بسيط عنده مجموعة أفراد الأسرة بس اللي موجودة عنده وعنده أرقام بسيطة على داخل حسابه البنكي فهو بيخش بيتصيد أي حد إن هو حقيقة الجزء كبير جدا من الموضوع التعامل مع الحسابات لما تم اختراقها هو بيعمل دايما أرقام صغيرة على الفكرة ما بيسحبش مئات الألوف من الدولارات ده هو بيعمل حاجة في حدود العشرين تلاتين دولار خمسين دولار علشان كمان ما تبنش وممكن أنا كمستخدم ما مجيلي الرسالة دي ما أخدش بالي منها إن أرقامها بسيطة فهو بيعمله أرقام بمئات الملايين من الحاجات الحسابات الزغيرة دي برضو فحقيقة هي ما بيفرقش معاه هو جاي الحساب في قد إيه على قد إن هو قدر يختار حساب قدر ياخد منه مبلغ صغير فلو عمل مبلغ صغير ده في مئات الألوف من الحسابات اللي هي زي ما حضرتك تتكلم عليه هو عمل مبلغ كبير جدا كصائد للمعلومات أو متصيد أو مجرم سيبرانيا يعني أين كانت الأهداف إيه حتى فكرة المبلغ صغير كبير فكرة إن كل تفاصيلي عند هذا الشخص فهو ليه مطلق الحرية يعمل اللي هو عايزه بكل المعلومات اللي عنده الخاصة بحسابي الخاصة حتى بمكاني ببقى فين لإن اللوكيشنز والموقع بيقوم بتحدد حتى على هذه المنصات فهي طبعا أكيد هي كارثة فحب برضو عرف من حضرتك أولا لو حد جالوا رسالة أو جالوا لينك أو جالوا إيميل شاكك فيه إزاي ممكن يتأكد لو حد في الفعل وقع في الفخ بقى هل ممكن يتصرف ولا هو كده خلاص السؤال مهم جدا أولا نوعية دي من رسالة أهملها تماما أخلي بالي إن أنا ما شاركش معلوماتي الحساسة زي المعلومات البنكية مثلا وأنا موجود في مكان عام شغال على شبكة في كوف شوب مثلا دي إن ما بقاش عارف تأمين الشبكة وصل لأي أحد أخلي بالي من نوعية البرامج اللي أنا بنزلها هل هو برامج موصوق فيها ولا برامج غريبة معرفهاش من أشخاص غريبة أني دي ممكن تحصل أنها تستولى على معلوماتي برضو محتاج من أنا ما هي دي توعية يعني ما قديش أقول والله أنا لو دخل على الموقع الخاص بالمنصات الكبيرة ما عندي شوية مشكلة إنما لو واحد بقى عامل أبليكيشن باسم غريب ببص على العدد التنزلات من الأبليكيشن دي هالفي خمسة من نزلين الأبليكيشن دي ولا في خمسمائة مليون من نزلين الأبليكيشن دي فهي محتاجة نوع من أنواع التدريب عشان كده بقى مهم جدا المفاهيم البسيطة دي تبقى موجودة حتى داخل البرامج الدراسية وإحنا بنشوف النهاردة حد مثلا زي وزارة الاتصالات بتعمل برامج التوعية على مستوى المدارس وعلى مستوى الجامعات وبقى فيه أفلام خصصة توعوية موجودة على الصفحات الرسمية علشان نوعي الناس أن الموضوع ده هي خطر جدا أن أنا بتبرع بمعلوماتي بيتم الصياد التصيودي بيتم اختراق المعلومات بيتم استغلال الكلام ده قد يصل إلى مفهوم بقى الفدية أن أنا يروح أفلي الكمبيوتر بتاعي والتليفون بتاعي وما يحرر ليش أحيانا بيقدروا يتحكموا يعني حتى في كاميرا التليفون كل حاجة حضرتك طبعا كل حاجة وبالتالي أنا ممكن أتعرض للابتزاز بقى كمان طبعا ومنتعرض أن يجينا عشان يشيل هذا الابتزاز أطرر أكفع فدية عن طريق العملات المشفرة فإحنا في غنى عن هذه النوعية والمشاكل بالقليل من الوعي بالقليل من التركيز حقيقة ودي زي ما قلت لحضرتك هي لاست مرتبطة بسن ولا مرتبطة بمرحلة علمية ولا خلفية ثقافية كلنا مدام داخلين على هذه الشبكة إحنا محتاجين نعرف حاجات بسيطة والموضوع ده مش صعب إنما لو تم اختراق حسابي أنا بتواصل مع المنصة أو بتواصل مع البنك بحيث إنه غير لي معامل أمام بتاعي غير لي كلمة المرور لكن مش بنلجأ إن احنا نزل برامج للحماية برامج الحماية مطلوب ونضمنين إن برنامج الحماية ده مش برنامج اختراق لا طبعا البرامج الحماية المشهورة معروفة وبالتالي برضو هرجع تاني لفكرة أنا بنزل على المواقع أو المخصوصة على الانترنت أنا بنزل أنهي لو بنزل للحماية شهيرة جدا ومعروفة في العالم بلاقي فيها العدد مئات الملايين إنما لما لاقي برنامج طلقها لي بيقول لي ده برنامج حماية وفيه مئة واحد منزلين البرنامج ده لازم نخلي بالي بقى يعني فهي مرحلة من الوعي وبيدني إن هي كلها حاجات مستحدثة حقيقة علينا كلنا وجودنا على الانترنت إحنا بنكلم في 4 مليار بنائدة موجودين على الانترنت نص سكان الكرة الأرضية وبالتالي إحنا قدام مخاطر جديدة والمخاطر الجديدة دي بيقابلها مخاطر يعني أو أن أنا أواجه المخاطر دي بالوعي وفيه طبعا التشريعات النهاردة بقى فيه قانون للجرامة الإلكترونية زائد إن التكنولوجيا طبعا كل ما تتطور كل ما بوسائل الحماية أنا ليه كمستخدم للتكنولوجيا بتتطور معي وبتصعبها على الجانب الآخر هي حرب مستمرة بين الخير والشر في العالم الافتراضي زي ما هو في العالم الحقيقي المادي تماما يعني طب هل في طريقة ممكن نتأكد بها إذا كان حسابي مخترق تليفوني مخترق أو لا؟ لو لقيت بعض التصرفات الغريبة من الحساب والتليفون حيبان إن هل أنا عندي نوع من نوع الاختراق ولا لا بلاقي إن أنا مثلا بعمل شيرنج أو بعمل يعني بحط بعض البسطات من غير ما أكون أنا عملتها بلاقي ناس مثلا تم إضافتهم لحسابي وأنا عمري ما شفتهم فده معناه إن أنا لا في مشكلة لازم أبدأ بقى لو أنا مش عارف أعمل الكلام ده أرجع لحد من المتخصصين من دايرة معارفة من داية أصدقائي ألاقي حد متخص يساعدني إن أنا أزود معاملات الأمان إلى أن نصل إلى يعني إنترنت أكثر أمنا نحية وده مطلب أصبح مطلب علام يعني بشكل عام للناس اللي مش متخصصين أو ما عندهم مش خلفية تكنولوجية عالية لما تلاقي رسالة غريبة لينك غريب إيميل غريب على الأقل بس حاول تدخل على محرك البحث اعرف إيه ده بمنتهى البساطة أبليكيشن جديد ادخل على محرك البحث اعرف إيه ده بمنتهى البساطة اتعرف إذا كان ده حاجة موثقة فعلا أو لا على أي حال بشكر حضر جزيلا شكر الدكتور محمد عزام استشاري تحول الرقمي نورتانا يا فند كل شكر لحضراتكم فيه ده كل شكر